اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ان اسهامات الصحافة المحلية والاعلام الوطني في المسيرة التنموية الشاملة والتي ارسى دائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كان لها الدور البارز في العديد من المحطات الوطنية من خلال رفض كفة اوجه ومسارات التطوير كون الصحافة شريك التنمية وقناة مفتوحة لنبض المجتمع سموه لفت الى الحرص المستمر على ترسيخ الكلمة الحرة والمسؤولة فحرية الصحافة من حرية الكلمة والتعبير والنقط الموضوعية البناء كما تعكس صحافة الحقائق والرأي الاصيل بما يعود اثره بالخير والنماء على الوطن والمواطنين جاء ذلك لدى تفضل سموه اليوم برعاية حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها السادسة بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والصحفيين والاعلاميين بمملكة البحرين حيث تم تكريم الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة الكاتب ياسمين خلف من صحيفة البلاد عن فئة افضل عمود صحفي والكاتب علوي الموسوي من صحيفة البلاد عن فئة افضل تحقيق صحفي والصحفية سارة نجيب والصحفة حسين سبت من صحيفة الايام عن فئة افضل حوار صحفي والمصور عبدالامير صلاطنا من صحيفة اخبار الخليج عن فئة افضل صورة صحفية وقد هنأهم سموه بفوزهم بالجائزة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق لمواصلة ترسيخ الرسالة النبيلة للصحافة وتحقيق التميز الذي يعود على الصحافة والاعلام بالخير والنماء قد اشار سموه الى دور الصحافة المحلية في خلق الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا والمشاريع وفق منظور وطني وتنموي يسعى لتحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن مضيفا ان مملكة البحرين تسخر بالكفاءات الاعلامية المميزة والذي هو محل فخر واعتزاز دائم مؤكدا ان الاعلام شريك رئيس في مسيرة بناء الوطن لما له من دور في التعبير عن تطلعاته واراء المجتمع وابراز المنجزات الوطنية التي واصلوا ابناء الوطن بذلها في كل مجال من جانبه اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالل النعيم وزير شؤون الاعلام في كلمة القاها خلال الحفل ان المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاءة حق لقطاع الاعلام بمملكة البحرين بما يشمله من وسائل مقروعة ومسموعة ومرئية فضاءات واسعة من الحرية والانفتاح بمهنية ومصداقية والتزام بالمسؤولية الوطنية منوها بما تلقاه الصحافة من دعم مستمر من صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بما يضمن لها القيام برسالتها الوطنية ودورها في دعم مسيرة النماء والتطوير وعبر سعدة وزير شؤون الاعلام عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على تفضله برعاية جائزة رئيس المجلس الوزراء للصحافة في دورتها السادسة مشيرا إلى ما تكتسبه الجائزة من اهمية خاصة لدى الصحفيين والاعلاميين لكونها تجسد مدى اهتمام المملكة بتكريم ابداعات ابنائها الاعلاميين الامر الذي يشكل حافظا لهم على الاستمرار في تقديم المزيد من العطاء لخدمة الوطن كما اعرب الفائزون بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها السادسة عن عميق شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله على ما يبديه من دعم مستمر بتعزيز دور الكلمة المسؤولة على كل صعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعظيما لذلك الدور الوطني الذي تقوم به الصحافة الوطنية بكوادرها كافة وبهدف تبيان حقيقة الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه فصلت جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة ادراكا لأهمية التأثير الإيجابي الذي تحدثه الكلمة الحرة والموضوعية بمحتواها وشكلها في توعية المجتمع والاتيان على سرد المنجزات والمكتسبات الوطنية المحققة التي راعت مصالح الوطني وطموح المواطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة إن وجودنا اليوم للاحتفال بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لهو تأكيد على حرص الحكومة بقيادة السيد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على الدعم المستمر للأسرة الصحفية وتقدير مساهماتها المتميزة وتشجيع روح التجديد والإبداع فيها النسخة السادسة للجائزة في هذا العام كانت قد منحت حق المشاركة لكل مؤسسة صحفية أو صحفي يعمل في إحدى الصحف أو المجلات المحلية اليومية أو الأسبوعية أو الدورية التي تصدر في البحرين وباللغتين العربية والإنجليزية التقدم بأعماله التي نشرت خلال عام 2021 لنيل إحدى الجوائز المقدمة وفقا للشروط الموضوعة وضمن أقسام الجائزة الأربعة كفئة أفضل عامود رأي وفئة أفضل تحقيق صحفي وفئة أفضل حوار صحفي وصولا إلى فئة أفضل صورة صحفية دليل هذا على اهتمام سموه بالصحافة البحرينية بحضور كبير وهذا الأول احتفال حضوري يحضره جميع المسؤولين في مملكة البحرين بعد الجائحة اهتمام كبير دائما نشهده من القيادة في مملكة البحرين دائما قريبة من الصحافة دائما مهتمة بهموم الصحافة ان شاء الله تكون هذه الجائزة دافع لجوائز ان شاء الله أكبر ونفخر أن نقدر من قبل رئيس مجلس الوزراء واليوم أحضر بشرف ثاني بعد عميق أن اسمه ولي العهد رئيس الوزراء يكرمني مرة ثانية بفائز بالجائزة وهذا شرف عظيم إلي ويعطيني دفعة قوية أن أتقدم في هذه المهنة حرية الصحافة في البحرين مشهود لها في كل أنحاء العالم وهذه الجائزة طبعا تضع على عاتقنا حمل إضافي أننا نواصل مسيح الجائزة بلا شك تمثل أو تعبر عن الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير جودة العمل الصحفي والأيام فازت عن الجائزة من فئة الحوار الصحفي شرفت اليوم بالتكريم وبالصورة القيمة التي أخذناها هي رئيس الوزراء وطبعا هذا كله بجهود القائمين على صحيفة أخبار الخليج هذه الجائزة تطل سنويا تكريما للقامات الصحفية التي راعت أخلاقيات المهنة قبل أن تكتب حرفا في قالب صحفي كان قد ضم خبرا أو تناول موضوعا وفي حين آخر التقط صورة بإطار احترافي متكامل حتى أوجزت بصمتها تفاصيل حدث ما سيق بالأقلام لتنسج كلمات حوله تسترسل وتستقرئ وتستوضح الأمر لتسوية قضية معينة هي حديث الساعة بين أوساط الرأي العام جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة توضع في مقام من عمل واشتهد وأدى رسالة الصحافة السامية وهي بمثابة رد بعض الجميل لحسن صنيع الصحافة الوطنية بحبر أقلام ممتهنيها في خدمة المجتمع والوطن ضمن جو رحب يعكس واقع حرية الرأي والتعبير الذي تتميز به البحرين والذي ينشط في فضاءاته الإبداع لتلفزيون البحرين محمد رشيدات